فارك فيها كل من السيدات وساد النواب هدانة فاع ورند لخزوز وجهاد عبوي وإياد جبرين وفي مستهل الجلسة رحبت رئيسة الرابطة الإعلامية لنم شربش بالحضور والمشاركين وقدمت تعريفا بأهداف الرابطة التي تتمثل بتعزيز الوجود المسيحي الفاعل في الأردن والحفاظ على الهوية الأردنية المسيحية مشيدة بأهمية التنوع والعيش المشترك الذي يجمع بين المسيحيين والمسلمين في المملكة لتعزيز الترابط والأمن والسلم المجتمعي وهي القيم التي تميز الأردن وكان قد أدار الجلسة التي عقدت في النادي الأرثوذكسي بعمان السيد جواد عباسي عضو الهيئة الإدارية في الرابطة